تاني نهار؟ تاني نهار نفس الشيء أي ساعة كانت تدخل عليك؟ يعني على التنتين بالليل على التلاتة بالليل هيك شيء يعني تكون الدنيا هادئة تدخل هيك كيف كانت تظهر من بيتها إلى منزلك بالليل الساعة الثلاثة الفجر؟ بتحطي حرامة حالة للبيت اللي عندي وتشلح التحرش كان يزيد مع الوقت يعني أول مرة تاني مرة كان يزيد كانت تحرش لفظي كانت تحرش جسدي كانت تقرب أو فقط؟ كانت تقرب مثلاً بدي عيشك أحلى الأيام بدي عيشك أحلى الساعات أنت حبيبي من هالكلام حلو بس أنا لا يعني قل لي يا بنت الحلام ما بدي وما أعرف شو يعني أنت مين وهيك يعني هبلتني أنا هبل مر تخيم عقول تفتلي علي هيك ما بعرف بس مين كان عم بفتح للبيب يعني لما كانت عم تجي أول مرة أو تاني مرة مين كان عم بفتح للبيب؟ الباب المكبس بيظل مفتوح يعني وحتى باب غرفتي أنا بالعادي ما بقفله بيظل مفتوح يعني فتالت مرة يعني صارت تغريني وبدي عيشك وبدي أعمال لك وهيك لحتى الثاني غلط أنا أنا بعترف أنه غلطت شو اختلف تالت مرة عن تاني مرة؟ تالت مرة يعني غرتني كثير ويعني قربت مني كثير أنا قعت بمصيبة كنت أنت عم تقول أول مرة كنت عم ترفض تاني مرة كنت عم ترفض شو صار هالمرة تحديدا؟ تالت مرة صار فيه تعاطي جنسي بينتنا صار فيه شي جنس بينتنا لعبت بأعلي شو لعبت بأعلك يعني؟ يعني مثلا بدي عيشك وبدي يعطيك مصاري وكل مصروفك علي وأنت حبيبي وأنت عمري بس هذا الكلام دعي الرجل تتحرك غريسته إذا قلت له أنا بدي أصرف عليك؟ أنا بعترف أنه أنا غلطت كانت بها الفترة كانت علاقتها هي وخيك علاقة متأرجحة علاقة فيها مشاكل شو كان طبيعة علاقة بينها وبين خيك؟ بينها وبين خيك أنا ما أعرف طيب كيف أغرتك بهذا النهار تحديدا لا صار يا اللي صار أغرتني شلحت يعني شلحت كل شي صار تبوز فيني وهيك و صار اللي صار يعني صار في بيناتنا تعاطي جنس الصراع اللي عشت بهاللحظات بين الإغواء للحظات معينة وبين العلاقة الممنوعة لأنه هي مرتخية كيف عاش هذا الصراع عبد القادر ولماذا الغريزة تغلبت على كل الأمور الأخرى؟ يعني أنا ما تحملت حالي وحي الله الشاب الزنبين عملت معه اللي صار معي أنا مستحيل إلا ما يغلط أنا كمان ما ننبي له حتى أني ما أغلط ترجمة نانسي قنقر